وهذا هو سر هيبة الجزائر اليوم بين الدول وهذا هو سر تمسك الشعب الجزائري بهذه المؤسسة العالقة لما نتكلم على مؤسسة جيش وطني الشعبي والمؤسسة الأمنية والمؤسسة الأمنية بكل فروعها سالي الجيش التحقيق الوطني فنحن نتكلم عن جيش أصبح له من الاحترافية وأصبح رقما في المجموعة الإقليمية والقارية والدولية يحسب ألف حساب وهو فخرنا وهو رمز عزنا في الحفاظ على اللحمة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي الجزائري والحفاظ على المصارح على الوطن وبالتالي عبر صفحات التاريخ منذ الإسراء يومنا هذا كان الجيش دائما يتخندق مع الشعب الجزائري في تحقيق طموحاته وفي تحقيق أماله ويحاول أن يدفع بالجميع من أجل الحفاظ على راية وصونسية هذا الوطن الأكيد لما نرى هذا الجيش في مناورات وهو يعبر حقيقة عن احترافيته ويعبر على جاهزيته للدفاع على الوطن سيزيدنا عزما نحن المدنيين سيزيدنا عزما نحن السياسيين لأننا نعتبر نفسنا كذلك امتداد لهذا الجيش من خلال اليقظة والوقوف على الجهود الوطنية حتى نحافظ على هذه المكاسب فعلى ما أظن اليوم حق التوعية وحق التبع بأم مرتبط بنظرة تكاملية بنظرة انسجام تعلم المجتمع وفي مقدمته هم الأطياف اللي راية قود المجتمع السياسي والمجتمع مدني من خلال عملية تعبئة نحو جبهة وطنية قوية وصادقة للحفاظ على هذه المكانة التي تحظى بها الجزائر وخاصة في ظل هذه التحديات والأوضاع التي تعيشها الجزائر على مستوى حدودها زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر